السلام عليكم و اهلا بكم فاكرين السردية اللي كنا متبنيينها اللي بتقول ان اسرائيل انهزبت و حماس انتصرت عادنا فترة بنقولها وبعدين في ناس زعلوا منها جدا قالوا ازاي حماس انتصرت ده في 15000 واحد شهيد لحد دلوقتي فقلنا خلاص احنا نعدل السردية لان احنا برضو مش شايفين ان اسرائيل انتصرت فقلنا ببساطة اسرائيل فشلت في تحقيق هدفها او هدفها رئيس اللي هو القضاء على حماس و حماس بالنسبة لنا فشلت ان هي تحرر شبري من الارض فهي فشلت المنهزم الوحيد هو شعب فلسطين او شعب فلسطين في غزة النهاردة بقى معنا خبر عاجل يا جماعة الخبر بيقول ان اسرائيل بتخسر الحرب ايوة زي ما حضرتك سمعت كده اسرائيل بتخسر الحرب والله ده مش كلامي بقى المراضي ده التحليل السياسي الخاص برؤية اتنين من اهم المحللين السياسيين في امريكا و في اسرائيل وهم الصحف الامريكي توني كارون المتخصص في السياسة الدولية و الدبلوماس الاسرائيل السابق و الصحف الحالي دانيال ليفي ده بقى حكايته حكاية ليفي ده من ابرز و اشهر الكتاب و المحللين السياسيين في اسرائيل وكان عضو كمان في الوفد الاسرائيلي المفاوض اللي توصل لاتفاق طابة اللي هو اتفاق اسلو اتنين مع الفلسطينيين لما كان ايهود باراك رئيس الوزراء في اسرائيل وتسمت اتفاقية طابة لانه تم توقعها في مدينة طابة المصرية وكمان ليفي ده كان عضو في مفاوضات اسلو اتنين لما كان اسحاء رابين رئيس الوزراء في دولة الاحتلال يعني الكلام اللي حنقوله هو تحليل سياسي لناس شغلتها هي السياسة مش مجرد محللين او صحفيين او يوتيوبرز لا احنا بنتكلم عن ناس مارسوا السياسة بالفعل من خلال مفاوضات تمت ما بين اسرائيل والاطراف العربية سواء مصر او فلسطين التأغير مشاريتهم جلت زي نيشن وهي من اقدم المجلات السياسية في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية عنوان المقال كان كالتالي اسرائيل is losing this work او بالعربي اسرائيل تخسر هذه الحرب وخلي بالك من كلمة تخسر مش ستخسر لان هم خلاص بيأكدوا على خسارة اسرائيل للحرب دي وعموما تم نشر التأرير ده يوم 8 ديسمبر الجاري تعالوا بقى نشوف توني ودانيال بيقولوا ايه عن اللي بيحصل في غزة دلوقتي وخلي بالك كل الكلام اللي جاي ده هو كلام توني ودانيال ولكن انا بنقيلوا لحضراتكم بلهجة عامية بسيطة علشان نقدر كلنا نفهمه ونستوعبه ونفهم قراءهم السياسية بشكل اوضح افتتحية التأرير كتبوا فيها ما يلي من السخافة اني اقولك ان اسرائيل خسرت الحرب ضد مجموعة للمسلحين غير النظاميين اللي لا يتجاوز عددهم عشرات الالاف والمحاصرين اصلا من طرف اسرائيل ولا يمتلكوا الا قدرات عسكرية محدودة لا تقارن بجيش اسرائيل اللي هو المفروض واحد من اقوى الجيوش في العالم واللي مدعوم مباشرة من الولايات المتحدة الامريكية ولكن غرم كده فيه اعداد متزايدة من المحللين الاستراتيجيين بيحذروا من ان اسرائيل بتخسر الحرب دي دلوقتي ضد المسلحين على غرم من اعمال العنف الكاغثية اللي اسرائيل ارتكبتها ابتداء من يوم 7 اكتوبر ضد المدنيين في قطاع غزة ومش بس كده ده من الواضح ان حماس بعد تنفيذها لهجوم طفاني الاقصى يوم 7 اكتوبر حققت العديد من الاهداف السياسية الخاصة بالحق توني ودانيال بيقولوا ان هجوم يوم 7 اكتوبر اللي نفذاته حماس ادى لتحييد منشآت عسكرية اسرائيلية وكسر بوابات اكبر سجن مفتوح في العالم هم هنا يقصدوا قطاع غزة وبيقولوا ان اللي عملته حماس بيفكرنا بمعاركة تيت في فيتنام سنة 1968 اللي انتصر فيها الثوار على امريكا بعد هجوم مفاجئ شنوا الثوار الفيتناميين اكتسحوا فيه حوالي 100 موقع ومركز قيادة للقوات الامريكية وكبدوها خسائر كبيرة جدا واللي قال عنها هيني ريكسينجر لقد خضنا حربا عسكرية بينما خاض خصومنا حربا سياسية سعينا من اجل الاستنزاف المادي بينما كان هدف خصومنا الارهاق النفسي وفي تلك الاثناء رفلنا عن مسلمة اساسية من مسلمات حرب العصابات والتي تقول ان الفدائيين يكسبون اذا لم يخسروا بينما الجيوش التقليدية تخسر اذا لم تكسب طيب فاكرين بقى الرأي السياسي اللي قالوا معد القناة محمد الادريسي بخصوص ميزان القياس للانتصار والهزيمة في حرب اسرائيل وحماس وجهة نظره دي اللي كنا تكلمنا عليها في حلقة ممنوعة لاصحاب القلوب الضعيفة اللي تم ازعيتها اول مبارح يوم 9 ديسمبر لما قال انه مش ضروري ابدا ان حماس تحرر ارضا علشان يتم اعتبارها انتصرت في الحرب ولكن اذا نجحت حماس في استنزاف الجيش السهيوني على مدى فترة زمنية طويلة لفرض حلول سياسية افضل مستقبلا بالاضافة لنجاحها في صد العدوان فهي كده تعتبر انتصرت نظرا لفرق الامكانيات الهائلة ما بينها كحركة مقاومة محلية محدودة الامكانيات وما بين القوة العسكرية الاسرائيلية الجبارة رأي محمد هنا بيتفق معه واحد من اهم واشهر الباحثين السياسيين الامريكان وهو جون ألترمان الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن واللي معروف عنه بالمناسبة دعمه الكامل للكيان الصهيوني فتخيل ان محلل سياسي امريكي شغال في اكبر مركز بحثي للسياسة الدولية في العالم وكمان داعم للكيان الصهيوني بيردد نفس كلام محمد الادريسي وهو انه مش لازم حماس تحرر ارض علشان تكون انتصرت وعموما جون قال نصا ان مفهوم حماس للنصر العسكري يدور حول تحقيق نتائج سياسية طويلة الامد ان حماس لا ترى النصر في عام واحد او خمسة اعوام بل من خلال الانخراط في عقود من الاستنزاف الذي يزيد من التضامن الفلسطيني ويزيد من عزلة اسرائيل توني ودانيال بيقولوا انه هو ده نفس المنطق العسكري تماما اللي استخدمه الثوار البيتناميين ضد القوات الامريكية الغازية وهو ده اللي جون شايف انه بيحصل دلوقتي على الارض ما بين حماس واسرائيل علشان كده جون شايف ان اخسارة اسرائيل للحرب ضد حماس وردة جدا عموما جون بيقول انه حماس حاليا بتحشد السكان المحاصرين في قطاع غزة حواليها مستثمرة غضبهم عشان تستفيد من الحضنة الشعبية اثناء حربها مع اسرائيل او ضد اسرائيل وفي نفس الوقت حماس تقدر تستفيد من الغضب ده في انهيار حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال ضمان اعتبار الفلسطينيين للسلطة بانها مجرد تابع زليل لحكومة الاحتلال في تل ابيب والمكاسب السياسية مش مقتصر على كده وبس ولكن كمان مكاسب حماس السياسية بتتمثل في ايقاف اتفاقية التطبيع ما بين الدول العربية واسرائيل هو طبعا هنا يقصد المملكة العربية السعودية وربما ان دول من المطبعة بالفعل تعلن تجميد التطبيع او ايقاف بالاضافة كمان لنفوق اوروبا من تجاوزات الجيش الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع رزة واشتعال جدل في المجتمع الامريكي حاولين اذا كانت اسرائيل دي تستحق الدعم ولا لأ ودي كلها مكاسب سياسية حققتها حماس من خلال اسلوب حرب العصابات اللي بتتتبعوا على كل حال توني ودانيال بيستشهدوا بمقال رئيس الكنيسة السابق ابراهيم بورج اللي كتبوا في صحيفة انترناشنال هيرالد ترابيون واللي قال فيه ان نضال اليهود لمدة الفين سنة لإقامة دولتهم انتهى الى إقامة دولة من المستوطنات تديرها طغمة لا اخلاقية من الفاسدين الخارجين عن القانون الدولة دي بينقصها العدالة فبالتالي لن تستمر حتى لو تقطأ العرب رؤوسهم وابتلعوا عارهم ورضبهم الى الابد الدولة دي برضو هتسخد في النهاية لان الكيان اللي بتأسس على القسوة لا مفر من انه حينهار على نفسه من الداخل وبالتالي إسرائيل اللي ما بقتش مهتمة بأطفال الفلسطينيين المفروض انها ما تتفاجئش في المستقبل لما الأطفال دول يكبروا ويهجموها ويفجروا نفسهم في ملازات المستوطنين الآمنة وانه ممكن عادي جدا إسرائيل تقتل كل يوم الف رجل فلسطيني ولكن ده مش هيحل المشكلة لان أعمال إسرائيل العنيفة ضدهم هي الوقود اللي حتدفع أطفالهم إن هم يهجموا إسرائيل لما يجباروا بعد كده وهو ده اللي حصل في طفان الأقصى اللي حصل بالزبط في 7 أكتوبر الأطفال اللي كانوا بيرموا الجيش الصهيوني بالحجارة في الانتفاضة التانية كبروا وبقوا مقاتلين متمرسين ونفس الأطفال دول هم اللي النهاردة قدروا ينفزوا هجوم تاريخي ضد إسرائيل عموما توني وليفي شايفين أن حماس كان لازم تنفذ هجمات طفان الأقصى وقالوا بالنص حماس شعرت على الأرجح أنها مضطرة إلى خوض مرامرة عالية المخاطر لتحطيم الوضع الراهن الذي اعتبرته موتا بطيئا لفلسطين أما فيما يتعلق بمسألة التهجير فتوني ودانيال قالوا إن المسبحة والضمار الشامل اللي سببته إسرائيل في قطاع غزة بيشير إلى نية إسرائيل الواضحة جدا في تحويل قطاع غزة المنطقة لا تصلح للسكن أو الحياة بالنسبة لـ 2.3 مليون فلسطيني وبالتالي بيتم الضغط لطردوهم خارج القطاع ودي حتكون أكبر كارثة إنسانية مضبرة عسكرية وإنه لحد دلوقتي بحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي فإسرائيل قدرت تقضي على 15% بس من قوة حماس العسكرية ده بالإضافة إلى أنها قتلت 21 ألف مدني منهم 8600 طفل فبالتالي إحنا ما نقدرش نقول أبدا إن إسرائيل انتصرت أصدقاء المشاهدين دي كانت أهم الفقرات في تقرير توني كارونو ودانيال ليفي اللي استعرضوا من خلالها وجهة نظرهم وقرائتهم الخاصة للحرب في قطاع غزة أتمنى حضراتكم تشاركوني بقراءكم في التعليقات حوالي للتقرير ده وفي النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصر العظيم تحية مصر تحية فلسطين حرى مستقلة وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر